في هذه التغطية المباشرة لقمة الكويت القمة الخليجية يسعدني أن نرحب من جديد بضيفي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر محمد العجمي دكتور نريد أن نتحدث عن هذه المسيرة المباركة التي امتدت على مدار هذه العقود الثلاث كيف تقرأ أبعاد هذه المسيرة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نرحب بضيوفنا وضيوف الكويت في هذا النهار من القادة ومن مرافقيهم هذا أولا ثانيا شكرا على استضافتي طبعا عندما نتحدث عن مجلس التعاون وقمم مجلس التعاون فنحن نتحدث عن جرعة قلق إيجابية تتجدد كل قمة وجرعة هذه القلق تحدث الكثير من المحفزات التي تجعلنا ننتبه لمجلس التعاون وأين وصل ونبدأ نسترجع ما تم في العام الماضي ونضع تحت المجهر إنجازات المجلس والعقبات التي مرت علينا فكما قلت هذه الجرعة تتجدد كل عام فهذا العام وكما سمعتم في وسائل الإعلام كل سنة نقول أن هذه القمة مفصلية بينما في حقيقة الأمر كل سنة كل قمة من قمة مجلس التعاون هي مفصلية بحكم أننا أما أن نتطور أو أن نقف مكاننا وهذا هو ما لا نريده لكن التأخر أو العودة إلى الخلف لم يحدث بحمد الله بدليل أن المجلس ما زال موجود ما زال قائم القادة ما زالوا يجتمعون الإنجازات كثيرة بدليل جدول الأعمال الذي يعرض كل عام والملفات التي تعرض هي بازدياد لدرجة أن هناك طرح حاليا أنه عدم التوسع في بعض الملفات الاقتصادية أو ملفات أخرى حتى ينجز ما هو موجود حاليا يعني الأفكار كثيرة الملفات تأتي كأفكار يتبقى التنفيذ التنفيذ كما تعلم يتطلب جهود ست دول هذه الست دول ليس بالإمكان أن يقرروا إنجاز شيء فيتم في نفس الفترة ظروف كل بلد تختلف عن الأخرى هناك الكثير من التشريعات يجب أن توضع يجب أن تطبق في هذه البلدان حتى تتوافق مع هذا القرار التكاملي بين دول مجلس التعاون ما أريد أن أقول أن المسيرة يعني الحمد لله المراقب الذي لا يتحامل على مجلس التعاون يجب أن يثني على ما يحدث حاليا نسمع الكثير من شكوى المواطن الخليجي بأنه لا يراها رأي العين لكن في مثل هذه المنظمات الإقليمية معظم أوجه التعاون هي أوجه سياسية وأوجه اقتصادية قد لا تمسه مباشرة إلا في بعض المنتجات التي يراها في الأسواق أو في تسهيل قضايا المواطنة الاقتصادية ويراها رجل الأعمال أكثر من المواطن العادي لكن الطموح كبير من المواطن العادي أن يرى مثلا المواطنة الاجتماعية أيضا وليست المواطنة الاقتصادية لا يخفى عليك سحل الرجل الأعمال يبقى المواطن العادي هناك أمور كثيرة كما قلت قد لا يشاهدها المواطن العادي لكن هي إنجازات عند رجل الاقتصاد يعرف أن التوحدة الجمركية العملة الموحدة أن الربط المائي سكة الحديد هناك الكثير من الإنجازات رجل الاقتصاد يعرف أنها في ميزان الإنجازات الاقتصادية هذا شيء كبير شكلت وجعلت مجلس التعاون كتلة اقتصادية كبيرة يحسب لها حساب أيضا لو رجعنا للجانب السياسي أيضا خير دليل على أن دول مجلس التعاون أصبحت كتلة سياسية فاعلة بل هي أقوى كتلة داخل جامعة الدول العربية هو ما حدث فيما يسمى فترة الربيع العربي وكيف كانت دول مجلس التعاون هي مصنع القرار لمعظم الأحداث التي حدثت الآن الأمور تتغير قليلا لكن أعلن عن نفسه مجلس التعاون كمنظمة قادرة على أن تكون فاعلة في الأحداث سواء الإقليمية أو حتى الدولية فأصبحنا مرجعية الدول الكبرى لا تتخذ قرار في زمن مضى كانت تتخذ القرارات في الخليج دون الرجوع لنا الآن أصبح حتى لا يتم أخذ قرار فيما يخص العالم العربي إلا بالرجوع للخليج العربي كجزء من العالم العربي وهذا دليل على ما وصلنا إليه من موقع سيادي الجانب الثالث وهو الجانب التعاون العسكري أو الأمني أعتقد أن هذا الجانب هو الجانب الذي لا يعرف عنه المواطن لكن العسكريين يعرفون مدى التطور الذي حصل في هذا الجانب لدينا درع جزيرة لدينا الكثير من أوجه التعاون يعني المراكز القيادة الموحدة الشبك الراداري أو الربط الراداري هناك أيضا توحيد المفاهيم العسكرية توحيد كتب التعليم العسكري هناك والتمارين المشتركة التي ترفع الجاهزية القتالية لقوات درع جزيرة أو للدول المنفردة فهناك تعاون كثير صراحة أنا بعض المرات كمراقب الخليج أرى الكثير من التحامل عندما تقيس أو تزن هذا التحامل تجده تحامل لشخص غير مطلع على الإنجازات أو أنها من جانب المواطن العادي الذي لا يرى حقيقة الأمور كما يجب ويريدها على مستوها الفردي صحيح؟ يعني من حق المواطن أن يطالب أن تكون الإنجازات على مستوها الفردي لكن هنا لا يبخس حق المجلس في أن هناك جوانب أخرى متقدمة قد لا يراها بنفسه استعراض جميل دكتور ضافر لا أريد كنت أن أقاطعك ولكنني سجلت بعض الملاحظات في معرض كلامك دعني أبدأ معك وأعود إلى الوراء إلى المربع الأول عندما ذكرت موضوع القلق أنا بوجهة نظري لا أراه قلقا بقدر ما أراه ترقب لهذه القمة ماذا كنت تقصد في القلق في كل مرة هناك قلق للمواطن الخليجي عندما تأتي هذه القمة أنا كما قلت هي جرعة قلق إيجابية جميل في هذا الفترة من العام يصرح الكثير من المسؤولين الخليجيين بعدة أمور هذه الأمور هي كأنها محفزات أو منبهات لنا للوضع الخليجي انتبهوا الوضع كذا أو كذا بدون شك نحن نعي ما يجري في الجوار الإقليمي ونعرف المخاطر ونعرف التحولات الدولية والتغيرات التي حدثت قد تكون أشدها هو ما حدث مؤخرا هذا العام لكن كل دورة هناك أمور على نفس المستوى فجرعة القلق هذه التي تتجدد كل عام هي كمن يطلب من الخجين إعادة جرد ما حدث خلال عام المضى أين التقدم حدث ماذا نخطط للمرحلة المقبلة فهي كما قلت هي جرعة إيجابية وليست سلبية لأن الأمور اللهم لك الحمد يعني مرت على دول مجلس التعاون الكثير من العقبات وتجاوزناها هذا ما يجعل المراقب الخليجي صراحة أو من يتابع الأمور على ثقة بأننا سنتجاوزها يعني التحولات الاستراتيجية الحالية ليست بحجم الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت التحولات الحالية وما نعتقد أنه تراجعات في المواقف الخليجية بدل أن تتقدم أصبحت في حالة ثبات على بعض الجبهات السياسية لا تقارن مثلا بخطر حرب الثمان سنوات بين العراق وإيران لا تقارن مثلا بالأزمة الاقتصادية التي مرت على العالم وكانت تبعاتها وبصماتها واضحة على الاقتصاد الخليجي فأنا أعتقد أن ما نمر به حاليا هو جزء من سياق مرت به دول مجلس التعاون وقادرين إن شاء الله على تجاوز النقطة الثانية عندما ذكرت بأن أنت من وجهة نظرك ترى بأن القمة الخليجية نجحت ونجاحها على أقل تقدير من باب أن هذه القمة أو هذه المنظومة الإقليمية استطاعت أن تستمر طوال هذه الأعوام هل هذا يعد أيضا بوجهة نظرك نجاحا؟ بدون شكل أن ترى أن كنت ناجحا أو فاشا عندما تقارن نفسك بحالات مشابهة فكثير من الوحدات انهارت ولم تمر حتى بنصف المعوقات أذكر لي مثال الوحدات العربية ابتد منها وحدة من 58 بين مصر وسوريا إلى الوحدات الليبية مع كل بلد عربي تقريبا لم تستمر مجلس التعاون العربية ما الذي جعل المجلس التعاون يستمر؟ هل التقارب في العادات والتقاليد البيئة نستطيع أن نقول بلهجة اللسان الواحد في التحدث تقريبا؟ دعني أقول لك شيء ضريف أمس كنت في إذاعة الكويت وكانت المذيع بحرينية تقابل مسؤول خليجي عبر الهاتف نحن في غرفة الكنترول روم أنتظر دوري فكنا نتحدث هذا المسؤول من أي بلد لم يستطع أحد مننا أن يحدد هذا المسؤول من أي بلد خليجي هكذا التشابه بين دول مجلس التعاون حتى أنه من الصعوبة أن تقول إن كان هذا سعودي أو كويتي أو بحريني أو قطري فما أريد أن أقول أن الوحدة الاجتماعية حاصلة منذ أجيال ومنذ مئات السنين الآن نحن نضعها في أطر سياسية واقتصادية وعسكرية هذا ما يحدث فأن تقوم الوحدة أو أن يتم التكامل أن يتم التعاون بين دول مجلس التعاون هو منطق الأمور هو الطبيعي أن لا نتفق هو الشاذ عن الأمور هو الغير طبيعي فأن لا نكون كتلة واحدة فقد كنا كتلة واحدة اجتماعيا وإنسانيا منذ أن وجدنا على هذه الأرض فنحن كنا اجتماعيا متلاسقين كنا ثقافيا حضاريا وكما ذكرت بكل شيء فالفرقة هي الحالة الشاذة في هذا التجمع دعني أستمحك عذرا دكتور ظافر أريد أن ننتقل مباشرة الآن إلى زميلي